علم الولايات المتحدة الأمريكية المصممين إنشاء علم بألوان تعكس قيم الدولة في النهاية تم اختيار تصميم باللون الأحمر والأبيض والأزرق يمثل كل لون من الألوان الثلاثة قيمة عزيزة على مؤسس ومواطن الدولة الجديدة يمثل الأبيض النقاء يمثل الأحمر الشجاعة ويمثل اللون الأزرق العدل والمثابرة عنصر رسومي آخر هو الخطوط الأفقية الثلاثة عشر وهم يمثلون المستعمرات البريطانية الثلاثة عشر التي أعلنت الاستقلال عن بريطانيا العظمى وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى العنصر الرسومي الأخير هو خمسون نجمة في الزاوية اليسرى العليا يتم تمثيل كل ولاية في الدولة بنجمة واحدة ثلاثة أشياء جديرة بالملاحظة حول العلم غالبا ما يشار إليه باسم النجوم والمشارب أو The Stars Panglit Banner تم اعتماد العلم الحالي للولايات المتحدة في عام 1960 وكان أحدث تعديل هو إضافة نجمة خمسين بعد أن أصبحت هواي ولاية أمريكية رسمية في العام السابق يتأثر العلم بشدة بعلم من عام 1775 يسمى الاتحاد الكبير يعتبر هذا من قبل معظم المؤرخين ليكون العلم الأصلي لما سيصبح الولايات المتحدة الأمريكية نتمنى أن تكون قد استمتعت بالفيديو ونود الاشتراك في القناة أو الإعجاب بالمحتوى ومشاركته هذه هي الطريقة التي نرى بها أن الآخرين يجدون ما ننشئه مثيراً للاهتمام وأنه يجب علينا الاستمرار في إنتاج محتوى مشابه في المستقبل نتمنى لك يوماً سعيداً حقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر